مع بدء العد التنازل لانتخابات مجالس المحافظات أكدت المفوضية العلية للانتخابات في العراق أن ثلاثة ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليون يحق لهم التصويت لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية وهو شرط من شروط مشاركة الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف العملية الانتخابية مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي كانت المفوضية بدأت استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات منذ مطلع أيار الماضي وشكلت لجاناً فنية مختصة لغرض أخذ بصمات الأصابع وصورة الوجه وإصدار البطاقات طويلة الأمهد التي هي أحد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة بحسب قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 فيما تواصل فرق المفوضية عملها في أيام العطل لاستكمال الإجراءات خبراء الشان السياسي أثاروا جدلاً بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات خاصة مع تأكيدات بأن أرقام من لم يحدث سجلاتهم أكبر بكثير من العدد المعلن خاصة وأن التسريبات تؤكد أن عملية تحديث السجلات ضعيفة جداً حتى الآن وأن ملايين العراقيين ممن تحتاج سجلاتهم إلى تحديث كالحف والنقل والتصحيح فضلاً عن إضافة مواليد 2004 و2005 ممن بلغوا الثامنة عشر عاماً ويحق لهم المشاركة لم يحدثوا سجلاتهم بعد ويضاف لها أن ثلاثة ملايين من أصحاب البطاقات قصيرة الأمد